عدن سنعود لها بالسلم سنعود لها بالحرب سنعود لها والجيش الوطني جاهز وقادر هكذا خطب وزير الداخلية أحمد الميسر اليمنيين في تسجيل صوتي بثه موقع الوزارة بعد أيام من تراجع القوات الحكومية من عدن على وقع القصف الإماراتي الذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 300 جندي حال القصف دون سيطرة القوات الحكومية على عدن بل أجبرها على التراجع منها ومن محافظة أبيان في خطوة أكدت على أن الإمارات هي من تدير القتال في الجنوب ضد الحكومة كما أنها الطرف المتحكم بالأحداث هناك لكن الإمارات ما تزال تصر على أنها ليست طرفا بعد أن دعت مع السعودية في بيان مشترك الحكومة والانتقالية الجنوبية المدعومة منها لحضور اجتماعي جدة لبحث الحلول لما أسماها بالأزمة في جنوب اليمن لم يتم ولن يتم الجلوس مع ما يسمى الانتقال على طاولة حوار على الإطلاق نهائيا هذا أمر يعلم الجميع أنه محصوم بالنسبة لنا لدى كل مؤسسات الدولة الشرعية نحن إذا كانوا لابد من حوار سيكون مع الإشقاء في الأمارة العربية المتحدة وتحت إشراف الإشقاء في المملكة العربية السعودية حديث الميسري يناقض ما أعلنته الحكومة مؤخرا بترحيبها الجلوس مع الانتقالي رغم تأكيدها على أنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء التمرد المسلح للانتقالي الجنوبي وفد الانتقالي كان قد وصل إلى جدة تلبية للدعوة السعودية الإماراتية إلا أن الحوار لا يبدو أنه سيكون قائما بين الحكومة والانتقالي إذن فالصراع في الجنوب ربما قد يأخذ جولة جديدة فالطرفان ما يزالان يحشدان قوتهما على خطوط التماس بينما تتضاءل فرص الحوار